ايه ؟ انت تخلع قدامي كده عادي منطقتي عادي يا ستي انا اختك على عيني وعلى راسي بس تعال اقول لك حدود عورة المرأة قدام المرأة تعال اعرفك ثلاث حاجات اول عورة وهي من السرة لحد الرجبة ودي محدش بيشوفها ابدا غير في حالة العلاج او المرض مينفعش ان انت مثلا انا واختي او انت و اي حد وقفك تقومي خلع قدامي دي عورة مينفعش حد يشوفها ثاني منطقة العارة وهي الكتف الصاق السدر الرجلين دي مسموح ان ايها تشوفها بنت البنت يعني انت مثلا ممكن واحد تشوفكم انت بتردعها عادي فهماني بس الافضل طبعا والاصح الافضل واصح ان انت تكون نمدار اياهم طيب المنطقة الثالثة اللي هي مناطق الزينة الوش الدراعين الرجلين اللي هي برضو مناطق الوضوء يعني انت اللي كنت لابسي لها بنص كمة وبرمودة مفيش مشكلة هاكد عليك ثاني وركزي معاي من السرة للرجبة ما ينفعش تقوم قاعدة قدام اختك من غير ما تكون لابسة حق فيهم حاجة منطقة الثانية وهي من فوق السرة لحد فوق الكتف والسدر والدراعين ممكن مثلا اختك تشوفك وانت بتردعي بس الافضل طبعا انت تكون مغطيهم العورة الثالثة وهي الواجه واليدين والقدمين اللي هي مناطق الوضوء او مناطق اللي هي الزينة دي مسموح ان انت اختك تشوفك فيهم يعني انت لو كنت لابس لها برمودة او بنص كم ما فيش اي مشكلة قدام اختك انت اللي بس كده المشكلة كلها من السرة للرجبة و بس كده في رعاية اللي اشتركوا في القناة